بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين حياكم الله مشاهدين الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج ديوان إثراء هذا البرنامج يطلع عليكم يوميا من الأحد للخميس دائما ما نؤكد على أهمية الرسالة الإعلامية هدفنا في هذا البرنامج التوعية مهما كان نوع القضية التي نتكلم فيها في النهاية هدفنا توعوي لأي ظاهرة موجودة في المجتمع يعني كل يوم عن يوم نتميز بأهمية القضية وأيضا بالضيوف المتخصصين في هذه القضية يعني الأربع ضيوف الموجودين يعني قواهم الله يعطيهم العافية وما يقصرون في حضورهم ودائما زيارتهم لنا وهم متفضلين علينا بالحضور دائما نقول بأن القضايا الموجودة عندنا هي القضايا الدينية، القضايا الاجتماعية، الإنسانية، التربوية حتى لو كانت النفسية قضايا هذه كلها هي تعتبر صلب المجتمع والذي نحن دائما ما نشوف فيه بعض القضايا اللي نركز عليها يعني على سبيل مثال نحن نتكلم عن القضايا التربوية فنحن نركز دائما ما نركز على الطلبة نركز على المعلمين، نركز أيضا على المناهج نختلفنا بالآراء أو اختلفنا بالاتجاهات فبالنهاية نقول قال الله وقال الرسول وهذا أهم إسنات نحن نشوفه بيننا يعني رسالتنا في قناة إثراء بشكل عام إثراء المجتمع برسال إيجابي أما رسالتنا الخاصة في هذا البرنامج دائما ما نؤكد على التوعية دائما حطوها في بالكم بأن معديننا جاهزين لأي قضية أنتوا تطرحونها يعني آراءكم وإستفساراتكم وحتى ملاحظاتكم والله قاعد تأخذ على العين وعلى الرأس يعني اليوم قضيتنا رح تكلف فيه عن أحكام الشتاء فحنا دخلنا الشتاء وإحنا مواكبين لأي حدث نحن نصير فإن شاء الله رح تشوفون حلقتنا مميزة كما كانت حلقاتنا السابقة المميزة وإن شاء الله نوعدكم بما هو جديد الآن خلوني أرحب بضيوفي رحب دماء الدكتور سليمان دريع المشرف العام على موسوعة محاسم الإسلام حياك الله يدكتور أياكم الله الباحث في الدراسات الإسلامية أستاذ أحمد الغانم فرصة سعيدة ويهلا مرحبا فيك المرشد التربوي أستاذ عبد الله المسباح بوصالح إمام مخطيب وزارة الغاف الدكتور عبد الله بغيث يهلا مرحبا فيك وانا سعيد في لقائك حياكم الله وبرك الله فيك إذن مشاهدين الكرام الآن خلونا نأخذ هذا الفاصل القصير وبعدها نكمل إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الكرام لا شك بأن عنوان حلقتنا سنتكلم فيها عن أحكام الشتاء طبعا أحكام الشتاء هي منوعة ومختلفة ولكن نريد أن نتكلم عن الطهارة نريد أن نتكلم عن حال المسلمين قبل أيام رسول الله عليه وسلم أيضا في وقتنا حالي ووقت البرد كيف نستطيع أن نتعامل يعني كل هذه الظروف الأمطار الرياح القوية إذن كان هناك أخبار كيف نستطيع أن نتعامل مع أحكام الشتاء بشكل عامل الآن سنأخذ مقدمة مع الدكتور عبدالله مغيث عن أحكام الشتاء الدكتور حياك الله وانا سعيد في الآخر شكرا لحضورك إذا ممكن تعطينا مقدمة عن أحكام الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد إذن أشكر تلفزيون الكويت ممثل بقناة إثراء وهذا البرنامج الرائع برنامج ديوان إثراء أشكلك شخصيا دكتور سالم وفريق الإعداد وفريق الإخراج على هذه الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة للحديث بمثل هذا الموضوع المهم ونحن نعيشه وهو فصل الشتاء وأنا سعيد بوجودي مع هذه الكوكبة من المشايخ الكرام وإساء الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدوانية المباركة على ضاعته أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظله إلا ظله مما لا شك فيه ولا ريب أن ديننا الإسلامية وشريعتنا الإسلامية من خصائصها أنها صالحة لكل زمان ومكان وهي شاملة لجميع مناح الحياة فكل من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قلب الفصول ولم يجعل طوال السنة فصل واحد وإنما يعني جعل الفصول مختلفة ولأن في كل فصل لا مصالح ولا منافع وحتى لا تفوت هذه المصالح وهذه المنافع على العباد فالله سبحانه وتعالى من حكمة جل في علا أنه نوع هذه الفصول على مدار العام وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى حكيم والله سبحانه وتعالى عليم ففصل الشتاء له من المنافع وله من الفوائد الشيء الكثير وديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية رتبت لهذا الفصل أحكام شرعية لأن في هذا الفصل يشتد البرد وفي هذا الفصل يحتاج الناس إلى اللباس الثقيل حتى يحتموا من البرد وفي هذا الفصل تنزل الأمطار وفي هذا الفصل في الزمهرير الذي أعد الله سبحانه وتعالى للكفار عذابا للكفار وهذا ما أخبر به نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسهن نفس في الصيف ونفس في الشتاء فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير فالزمهرير هذا اللي هو شدة البرد من نفس نار جهنم فالله سبحانه وتعالى من خلال كتابه جل في علاوة كذلك من خلال سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مرتبوا لنا أحكام في فصل الشتاء فمن هذه الأحكام حال نزول المطر أنه شرع لنا الجمع بين الظهر والعاصر وكذلك الجمع بين المغرب والعزشاء في المطر الذي يبل هناك محور على موضوع الجمع الصلاة ولكن نبي بشكل عام هذا بشكل عام كذلك من الأحكام التي وردت في فصل الشتاء التيمم إذا لم نجد الماء أو إذا عجزنا عن استعمال الماء حال يعني البرد وإذا كان البرد قارل سيترتب على استعمال الماء الأذى وإلحاق الأذى بالناس كذلك من الأحكام التي وردت في فصل الشتاء المسح على الخفين فكثير من الناس قد يتأذى وقد يصيب البرد إذا نزع الخفين أو نزع الجربين مثل ما نسميه نالدلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرحمة الله سبحانه وتعالى على عبادة أن نرخص لهم المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاث أيام بليالهن كما ثبت ذلك في السنة الصحية فهذه هي جملة من الأحكام التي وردت في فصل الشتاء ولعل إن شاء الله من خلال هذه الحلقة ومن خلال وجوده مع المشايخ الكرام سنثري هذه الحلقة أنا دائما أقول بأن أي مقدمة عامة هي استفهام لعنوان الحلقة مثل الأحكام التي ذكرتها سنخص بها لتكون أفضل مع المشاهد لأنها ستكون خاصة بس لا نتكلم عن شكل عام دكتور سأكون أيضا معك الآن على موضوع لا شك بأن أحكام الشتاء أيضا يمكنك إضافة أو مقدمة أخرى لأحكام الشتاء والله من فضل الله عز وجل أنه هي لنا الفرص نعم يضع لنا موسم رمضان وموسم الحسنات والعشر من ذي الحجة أيضا في هذا الشتاء موسم الشتاء فيه أجر وفرصة عظيمة للأجر كيف يتوضع الإنسان لما قال الله عز وجل في الحديث قال يا محمد فيما يختصم الملاء الأعلى يعني فيما يتناقشون الملاء الأعلى قيل الملائكة المقربون من الله وقيل الملائكة فقال لا أدري فألهمه الله الإجابة فقال يختصمون في الكفارات والدرجات شنو الأمور التي تكفر خطايا بني آدم وشنو الأمور التي يفعلها ابن آدم ترفع درجتها عند الله نعم فقال له الله عز وجل وما الكفارات أول ما بدأ بالكفارات قالوا الوضوء إسباغوا الوضوء في الكريهات مثل وقت لما يكون البرد ويكره الإنسان أن يتوضع إهني يكون فيها الأجر العظيم إسباغوا الوضوء في الكريهات قالوا لي لماذا يسباغوا الوضوء في الكريهات قال لي أن النفس تكره والألم المصيبة إذا وقعت على الإنسان يؤجر عليها مثل ما يقول الرسول عجب لي أمد المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله وليس ذلك المؤمن حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليها الشوكة يشاكها يعني غصما عليه ومع ذلك يؤجر عليها لكن الأجر الأعظم متى لما الإنسان وهو يجلب الألم إلى نفسه ابتغاء مرضات الله مثل الصيام يجلب نفسه ألم الجوع الجوع والعطش فلذلك يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه ليفأ وأنا أجزبه ليش؟ لأنه اللي جلب النفسه مثل الوضوء ما أحد يجبره لكنه جلب ألم الوضوء والتعب والتعسر فكان الأجر أعظم من المصيبة غصبا عليه هذا جلبها النفسه أيضا المجاهد هو اللي جلب الألم النفسه ولذلك يقول الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقطعون واديا إلا كتبا لهم ليش؟ أهم اللي جلبوا هذا الألم لنفسهم فأيضا الوضوء الإنسان يجلب النفسه أيضا الوضوء من فوائد حظيم فوائد خاصة في المكاره أن يطهر الإنسان ليس فقط طهار الظاهرة طهار الظاهرة والباطنة كما لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتوا لي الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال يدل الله ليطهركم به ليس طهارة البدن أيضا طهارة الإنسان الباطن من الذنوب فهذا كله يحصل خاصة أن يكون في وقت لما يكون الإنسان في هذا الوقت أيضا شغلة أخيرة أذكرها أن الإنسان يعترف بالله عز وجل وبقدرة الله حينما ينزل المطر علم النبي أمرين أن نشكر الله على ما أنزل علينا وأن نعترف له بالربوبية يقول إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا نسأل الله أن يكون صيب نافعا ندعوه ونقول مطرنا بفضل الله هذا شكر الله فهذا مختصر من الإنسان فضل وضوء في فصل الشتاء أما غيره في فضاء العظيمة يذكرون إن شاء الله ممتاز الآن قواكل الله دكتور ماقل صارت على المقدمة أعتقد الدكتور أنك تفعنا في مقدمة أحكام الشتاء وإذن لو نبي أول حكم نحن تكلمنا عن الوضوء خلاص إذا في لك إضافة أو أنك حكم آخر من أحكام الشتاء طبعا في البداية الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وعلى آله وصحبه طبعا المؤمن يعني كيس يستغل مثل هذه الأوقات خاصة في الشتاء يمتاز طبعا النهار وقته يكون قصير نعم والليل يكون طويل طويل فممكن أن يستغل هذا الوقت في الصيام يعني إن شاء الله الساعة تشمي أربع وخمسين دقيقة وكذلك الليل مثلا ممكن يستغلها مثلا حتى لو مبالصلاة مثلا مراجعة مثلا العلم مثلا مشاهدة الأمور الليل تفيدها بصلة الرحم أي أمر خير يعني مو شرط مثلا يستغلها والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في أحاديث كثيرة بيّن يعني في بعض الأحيان يعني ديننا عظيم يعني في بعض مثل ما ذكر دكتور في بعض الأوقات يكون فيها الأيام يكون الأجر فيها مضاعف مثل يعني كما بيّن يعني أيام فضل عشر دل حجة النبي بيّن ما من أيام العمل أحب إلى الله من هذه اللي قال الصحابة يقول ولا الجهاد في سبيل الله ترى الصحابة يسألون بوجود النبي وقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا طبعا ذكر حالة رجل خرج في نفسه ماله ثم الراحة النفس وراح المال غير هذه الحالة الأعمال الصالحة أفضل كذلك في بعض الأحيان تكون الأماكن يعني مثل مثل الصلاة في مكة بألف صلاة الصلاة في مسجد النبي الأماكن يكون فيها يعني فضائل وفيها فيها مئميزة بعض الأحيان الليالي يعني مثل ليلة تلقى الليلة وحدة الإنسان يوافق هذه الليلة يعني إحنا من باب أن الإنسان سواء من إخواني من الرجال والنساء يستغل هذه الأوقات بالخير فرص يعني ليلة وحدة أهل العم قالت عادل عبادة ثلاثة وثمانين سنة سنة ليلة الغزر الإنسان إذا وافقت وكثير يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم الحج الممرور ليس جزاء ما لا جزاء إلا الجنة وكذلك في بعض الأحيان في بعض الأذكار يعني في بعض الأذكار يكون لها مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم نما خرج من أحد أمهات المؤمنين في الفجر وعاد عليه وسلم في وقت الضحى فقالها ما زلت في مصلى يعني في مجلس قال قال لقد قلت بعدك هي جالسة بلا شك تذكر الله يعني في مصلاها مكان لي تصلي قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل اللي قلت يوزي خاصة أخواتنا مثلا أمهاتنا يعني النساء اللي هي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ثلاث مرس كيف تأخذ منك ثواني ولكن ممكن هذا الذكر يكون سبب بعض الأحيان أنا سمعت شرع أحد المشايخ ممكن يكون سبب دخولك الجنة بهذا الذكر هذا اللي أنت وما يأخذ منك ثواني هو يعتبر ردنا بصالح من ذكار الصباح والمساء صحيح نعم بعد صلاة الفجر خلاص من أذكار الصلاة وانت رايح سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه في بداية كذلك تعلم مثلا أبنائك وأهلك هذا يعني هذا من باب الذكر كذلك من باب بعض الأحيان تكون مثل الأيام حين ذكرنا أيام ذو الحجة في بعض الأحيان الذكر كذلك الغرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف والحسنة بعشر أمثالها يعني الإنسان لو يقرأ لجزء خاصة الآن أغلب الناس دكتور تلفون أبيدا 24 ساعة ممكن أنت بهالتلفون تقرأ لك على أقل جزء ما يأخذ منك حتى عشرين دقيقة بصالح أيضا أضيف أمر فيه تطبيقات مجانة الله يتزاخر تفكير تفكير الاستغفار تفكير التسبيح يعني هذا يكون أول ولا تفكير فالله يعطيك العافية على هذه النصائح الآن أستاذ أحمد احنا تكلمنا عن بشكل عام الله يتزاخر الدكتور عبدالله وعطينا أحكام بشكل سريع الدكتور سليمات تكلم عن أول حكم الوضوء الدكتور الليز تكلم عن إذكار الصباح أو التسبيح بشكل عام تنام الفرصة أي والله لو نبي أيضا تعطينا واحد من أحكام الشتاء يعني اتصال الذي ذكره الشيخ ونأتي إلى حكم الأحكام كما ذكر أن يعني الشتاء هو غنيمة المؤمن وهذا ليس بحديث وليس حديث ورد أن الشتاء ربيع المؤمن أو ربيع المسلم بحدي الضعيف لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المقولة أن الشتاء غنيمة المؤمن هذا صحيح كقول فالإنسان يستغل فصل الشتاء كما تفضل الشيخ نهاره بالصيام وليله بالقيام لأن الليل طويل فيمدي أن ينام يمدي أن يقوم الليل أيضا يقوم الليل سواء بذكر بقراءة القرآن بأي شيء كان من أحكام الشتاء المسح على الخفين وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن رفع الحرج عنها قد يكون الإنسان يلبس الخفين والمشهور أن الخفين هما ما صنعه من الجلد ويعني لبسهما وخلعهما ترى فيه مشقة كبيرة لمن جرب الخفين الخف الحقيقي يكون عادة من الداخل صوف ومن الخارج جلد ونزعه ولبسه وفيه مشقة ديننا أيضا وصل إلى التيسير أكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين حتى الجوربين أو ما نطلق عليه الآن اسم مثلا في الكويت الإدلاغ يجوز أن يمسح عليه الإنسان المسلم ولكن بشرطين أولا أن يلبسهما على طهار أي وصف والشرط الثاني ماذا أن يغطي محل الفرد اللي هو الكعب اللي هو الكعب الآن كثير من الشباب يلبسون الإدلاغ اللي يكون نازل تحت طبعا الكعبين بعض الناس يعتقد الكعب هو أسفل القدم اللي هو فيه مشط الرجل لا الكعبين هما العظمتين الناتئتين نعم اللي هما في أعلى القدم هذا الكعب ننبه أيضا أن الإدلاغ القصير ترى أغلب أهل العلم يرى أنه لا يجزئ المسحلي أستاذ بس أوقف عن المرحلة هناك بعضهم فعلا يحاول أن يشد الإدلاغ يحاول أن يوصله فوق الكعبين هل هذا جاءش؟ خليه يشد فيه الحكم أن المعتاد بعد ما شده الآن وليس فيه هو عادثا وين يوصل يعود إلى المكان الطبيع فإذا كان يغطي الكعبين فيجوز المسحلي إذا ما كان يغطي فغالب أهل العلم أنه لا يجزئ ذكرت على موضوع أن هناك نوعين من الإدلاغات الذي يكون جلد والإدلاغ العادي الثاني هؤلاء جاوزين فيهم المسحلي يجوز والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام توضع فنزل أحد الصحابة حتى ينزع يعني خفيه أو جورو به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين وهذه من الأحكام أيضا بعض الناس عندما يتوضع يغسل مثلا قدمه أجلكم الله القدمه اليمنى ثم يمسحها ويلبس عليها الإدلاغ ثم يغسل قدمه اليسرى ثم يمسحها وينشفها ويلبس اللاق هذا الأمر غير صحيح يشترط عند لبس الخفين أو الجوربين حتى يجوز لك أن تمسح عليهم أن تلبسهما بعد إتمام الطهارة المقصود الكامل من الوضوء نعم حتى لو غسلت القدم اليمنى وبقي الأسرة هذا لا يصح لا بد أن تتم الوضوء كاملا ثم تبدأ بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما ممتاز على طاهرتين فمن الأحكام المسح على الخفين والمسح جاء أحد الصحابة إلى عائشة أم المؤمن رضي الله عنها يسألها عن مدة المسح فقالت اذهب إلى ابن أبي طالب يعني علي رضي الله عنه فاسأله فقد كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فأتى علي رضي الله عنه فسأله فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن المسح على الخفين أو على الجوربين يكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر هناك إشكال عند كثير من الناس أنه يبدأ بحساب المدة متى؟ عند لبسه للخفين أو للجوربين طيب الصحيح أنه يبدأ المسح بعد نقطة أول المسح بعد نقض الوضوء يعني انتقض وضوءه الآن وأراد أن يتوضى فمسح عليهما من هذا المسح تبدأ المدة التي يهي اليوم وليلة أول مسح بعد الحدد رح نأخذ أيضا أحكام أخرى ولكن تسمح لي بعد الفاصل مشاهدة الكرة فاصل قصير وبعدها نتكلم عن حكم آخر من أحكام الشتاء عياكم الله مشاهدين الكرام من جديد في برنامج ديوان إفراء نتكلم عن أحكام الشتاء دكتور عبد الله أخذنا في الجزء الأول بشكل عام عن أحكام الشتاء تكلمنا عن الوضوء تكلمنا عن المسح وأيضا أستاذ بوصالح تكلم عن موضوع اقتنام الفرصة من ناحية التسبيح وغيرها من الأمور التي دائما الإنسان يقتنص مثل هذه الفرصة أنا أريد أن أتكلم عن الدعاء طبعا أحكامنا كثيرة في الشتاء وأنا أريد أن يكون الحوار بيننا كلنا يعني أي شخص يشوف في حكم يمكن أن أنا لا أستطيع أسئلة أو أنه لم يسجل عندي فإليت أن ندخل فيها بحيث أن أنتم أدرا في هذا الموضوع لأنا أتكلم عن موضوع الدعاء لا شك أن الدعاء يعني عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنواته بل أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدعاء عبادة فقط ثبت في سنن الترمذين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ قولي تعالى وقال ربكم ودعوني أستجب لكم فالدعاء عبادة لله سبحانه وتعالى و الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعدنا بالإجابة ولذلك يقول أمير المؤمنين عمر بالخطاب رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء فالإجابة هي ياية من الله سبحانه وتعالى لكن هو ليش أمير المؤمنين عمر بالخطاب رضي الله عنه يحمل هم الدعاء لأنه لابد أن يأتي بآداب الدعاء حتى تتحقق الإجابة من الله سبحانه وتعالى فالدعاء لآداب كثيرة منها الحمد لله وتمجيده وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الدعاء كثيرة ولو جلسنا حلقات حلقات يبينا حلقة كاملة لكن من الشغلات التي تعتبر من آداب الدعاء وهي تعتبر من مظن إجابة الدعاء تحين الأوقات والأزمان والأماكن والأحوال التي هي مظنة إجابة الدعاء ومن هذه الأحوال نعيشها في فصل الشتاء حال نزول المطر حال نزول المطر هذا من مظنة إجابة الدعاء وهذا يعني يغفل عنها بعض الناس أن حال نزول المطر هذا مظنة إجابة الدعاء كذلك يعني من مضان إجابة الدعاء يعني يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة وهذا يغفل عنها كثير من الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله من خيره الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وهي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة كذلك يعني بين الأذان والإقامة كذلك يعني الصائم حال فطرة يعني هذي أو كذلك يعني في جوف الليل ودبر الصلوات المكتبات ومثل ما ذكر الشيخ عبد الله وفق الله إلى كل خير أن في الشتاء النهار قصير والليل طويل فكون الليل طويل ويعني كثير من الناس يعني يتهيأ لأنه يقعد قبل أذان الفجر وممكن يقعد قبل أذان الفجر بساعة بنص ساعة فهذا يعني يعتبر من ثلث الليل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له وذلك في كل ليلة ففي فصل الشتاء يتهيأ لأنه نقعد في آخر الليل في ثلث الليل وهو مضمت إجابة الدعاء فهذه يعني أوقات أنصح بها يعني أخوان المشاهدين أنصح بها نفسي وأنصح بها أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أن نستغلها من هذه الثلث الليل الآخر وكذلك حل نزول المضغل في فصل الشتاء على الأقاري المطر هذه واحدة من أقاربنا قالها الطبيب ترى أنت خلاص ما رح تحملين فأستضايقات وهم طالعين من صلاة الجيام قالت حق أمها قالت يما أمستر النتيجة الطبيبية يقول خلاص ما رح تحملين فأمها أمية فقالت شنو رب العالمين تقول فاشنها وصحتني قالت يما الحين عندنا ثلاث أسباب للإجابة ثلث الأخير من الليل ونزول المطر والأذان يأذن أذان الفجر الأول يا رب ما يجي رمضان الجاي إلا أولدي على شتفي وفعلا صار رمضان الجاي كانت تذكر أمها تذكريني الآن يوم أقول كذا وقالت شنو تقول أمها شنو قلتي اثنين فبنا هذا بيطلع هذا الدعاء مفتوم بالمطر إن شاء الله هذه من الأمور ترى والله مهمة لأي شخص مثلا سواء كان مثل معلم أو كان مثلا دكتور أنه لا يعني تعطي السبب بهذا الطريق دائما لما يكون فيه سبب يعني مستعصي يعني خلا يكون بعدها إن شاء الله رب العسبعة تعالي يشتر لك الأمور فلا تكفل يعني البعض هذا الأمر لا تحجر وسع فلا تكفل يعني أنا أتوقع لو المرأة هذه اللي يتزاغل لو رايحة للدكتور قلت يلا شوفها أنا جب داخل لا وين العلم اللي يفيد وفعلا جابت ولدين وبينتين عبور الله قوي فهذا الوقت أنا حضرت مرة صلاة الاستسقاء مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله السند ما أذكر فسلمهم صلينا صلاة الاستسقاء تصدق الساعة كان ما جاء مطر فترة يعني شهر شهرين وناس قالوا قحط صدق الساعة عشر تقريبا نزل مطر قلت له هذه السالفة حق واحد من طلبة أي ضر الشيخ فقلت له السالفة سبحان الله بعد ساعتين ثلاث نزل مطر حقو مكان بعد انقطاع أكثر من شهر نعم صحيح بعد انقطاع فقلت له السالفة هذه قال أصلا نحن مرة صلينا وياه ما قدرنا نوصل سياراتنا من المطر الله شهر سبحان الله دعاء الناس الصالحين وهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة والسلام في حديثين استسقاء له المرة الأولى كان يخطب فدخل عليها عراب يقال يا رسول الله هلك المال والعيال فدعوا الله لنا فدع الله ما نزل من المنبر إلا وحيته تقطن من المطر الموقف الثاني جاءوا للناس يشتكون من الجد فواعدهم في يوم بعد شروق الشمس بربع ساعا في المكان الفلاني رح يصلي فيهم ويصلون استسقاء فأول ما بدأ خطبته بأول ثلاث آيات من صورة الفاتحة وهذا يدل على عظم صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا فيها تعظيم وخضوع لله عز وجل ثم قال إن ربكم يقول ادعوني أستجب لكم فأمركم بالدعاء وعدكم بالإجابة ثم دع الله عز وجل المطر فنزل المطر لما طلعوا وإلا الناس يجرون يهربون من المطر فابتسم عليه الصلاة والسلام وتعجب من فعلهم أنتوا الآن تبعون المطر لما نزل المطر تنحاشون منه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يعني يقصد أن ما نزل المطر هذا إلا لأني أنا رسول الله وصادق من عند الله فلذلك الله ما يرد دعاء رسوله فأجاب الله عز وجل له فهذا المواقف حتى لا زلنا الحين نرى صلاة الاستسقاء في الحرمين وغيرها سبحان الله فعلا يستجيب الله عز وجل حتى معاوية بن أبي سفيان لما كان خليفة في الشام قال دع الناس وصلى صلاة الاستسقاء ثم قال أين يزيد بن الأسود فجاء يزيد فقال ارفع يديك يزيد اللهم إنا نستسقي بك بخيرنا وأفضلنا فرفع يديك يزيد فرفع يديك فنزل المطر فاستسقاء بالناس الصالحين فضل الله عز وجل يبلنا على كرم الله مع ذنوبنا وتقصيرنا ومع ذلك إذا توجهوا إلى الله ينزل المطر وينشر رحمته كمانا آمين يا رب أبو صالح أنا أريد أن أتكلم على الجمعة السروات خاصة في نزول المطر دعما نتكلم عن المطر أريد أن نتكلم عن موضوع الجمعة يعني بصراحة هناك اختلاف كثير أنا أشوف أن هناك بعض أكثر من أم يقول أن المطر لا يكون رذاذ مطر خفيف لا يجب أن يكون شديد في بعضهم لا يقول عادي حتى لو كانت رذاذ يعني أشوف اختلاف بصراحة هذا مثلا إمام يصليها جمعة لا الإمام يقول لا الوضع طبيعي قاد أن نروح ونرجع الأمور طيبة فلو نتكلم على هذا الأمر خاصة في موضوع الجمعة السروات طبعا دكتور الإمام يشوف بعض الأحيان أحوال أهل مسجدة بعض الأحيان يكون مثلا في مطر وأغلب اللي يصلوا معا كبار بالسم يعني راح بصح وحتى المطر ممكن يوقف يعني أحد الأخوة يقول مرة من المرات كلموا جسمه ما جمعي سبحان الله وكلموا يالا واحد قال ليش ما جمعت قال ليش ما جمعت قال ليش ما جمعت يعني مطر خفيف يعني يعني مطر خفيف وشاهد أنه بيبين له أن أنا جمعت ما جمعت ما هي بي أن يصير لغط في المسجد حلو بالنهاية أن أنا إذا جمعت أنا يعني مسألة تقديرية عشان يسهل للناس وأساسا ما جاءوا الأمة والمؤذن إلا لخدمة المصلين هما ما راح بالنهاية يشقون يقول سبحان الله ما جمعت يقول يوم طلعت وما شاء الله ويصب بالمطر يعني سبحان الله يبكن للمغرب يقول تحسبت يعني إذا أنا خففت عليهم يقول حتى السيارة ما قدرت توصل لها يعني أمر تقديري يعني بل إحنا مثل ما أذكر أحد المشايخ يقول يستمر المطر قبل الصلاة يوقف يتخلص الصلاة يريد مرة ثانية ممكن يستمر للمغرب يعني ويشوف مثلا إذا مثلا خاصة يعني الأخبار مثلا متوقعين يعني 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 الله سبحانه إنه ممكن فيه أمطار راح تكون كثيرة يعني بل إن النبي جمع بالمدينة بين صلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب ما يبي يعني يشق على أم تعصر من غير خوف ولا مطر نعم كان يسهل ولكن الإنسان يعني في بعض الأحيان عشان لا تصيل عملية إن الإنسان تساهل يعني بعض الأحيان ما فيه أمر لا تكون بين إفراط أو تفريط أبو صالح يعني يعني يشوف الحلوة الرخصة نحن نستمس بصراحة نحن نقول فيه رخصة يعني خاصة لما يكون فيه الجمع يعني كأنك أنت أنجزت أمر فما أدري هل أنت تشوف هذا الأمر الإنجاز هذا أول أن نقول رخصة هذه أنا أقول أن هذا خطأ لا يا شيخ لنأخذ المذاهى بالأربعة طبعا الأحناف لا لديهم جمع لا لديهم جمع أبدا في المطر نعم زين بقى عندنا الحنابلة والمالكية نعم يقول الجمع بس بالمغرب والعشاء طيب بالظهر والعصر منه بقى؟ الشافعية الشافعية يقولون الظهر والعصر والمغرب والعشاء نعم فالحين لوقت المطر الناس صاروا كلهم شافعية هذا صراحة زين بعدين يقول قبل بصعوبة بل ليس نفس لم يلابسنا بلاسك بصرعة بل قطن فبصعوبة بل مطر قوي يكون أما زمان الآن أقدنات شيء بلها فهذا مو عبرة قالوا السبب أن الوحل والظلمة طيبة الحين الحمد لله لا في ظلمة ولا في وحل فإذا بتساهل هذا يخشى عليهم قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات هذه من اتباع الشهوة أن الإنسان على طول جمع جمع أحيانا الرذاذ مطر خفيف تجمع ومشاويرك ما تلغيها يروح السوق يلعب كذا يتمشى وقت الصلاة اجمع زين دكتور جمهور العلماء أحيانا أصدقى يكون في اختلاف ما بين المذاهب يكون جمهور العلماء هو اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ما ورد أنه جمع بالمرة ما ورد أنه جمع في الصلاة جمع من أجل المطر جمع بدون سبب قالوا ليش قال حتى يرفع الحرج عن أمته قال ابن عباس جمع من غير خوف ولا مطر حتى قالوا ابن عباس اللي روى الحديث كان صغير يمكن كان فيه سبب وهو ما يدري فالجمع المطر صراحة اللي تساهلون فيه هذا صراحة أمر خطير أأكد أركان الصلاة شروط الصلاة الصلاة بوقتها حتى حتى المسافر احنا تكلمنا عن الصف الأول أنا قاعد يقولون الإطاح صف واصل فيذكر صار موقف في مسجدنا صد كان فيه رضاعد مطر يعني متغطأ فقال الشيخ أنا ما رأح أجم طبعا فالواحد قال وقف المصيد يقول يا شيخ سحل علينا سحل علينا قال لا لا ممنوع ما فيه خلاص شاهدين نأخذ هذا الفاصل غصير بعد أن نكمل إن شاء الله هياكم الله مشاهدين الكراب من جليد والساعة نبارك لاتشرفونا في متابعتكم على قناة إتراء لا شك بأن هذه المتابعة نفتخر فيها مشاهدين لأن ملاحظاتكم الله قاعد نأخذها على العين والرأس ودائما ما نؤكد بأن أعدادنا جاهز في أي مقترع أنت تقولونها وأيضا الإخوان المتتحدين في صياغة أي يشوفون المظاهرة ويقدمونها الآن ندخل من إحكام الشتاء بشكل عام وشاركما تستفيدون من هذه الحلقة شيخ أحمد نحن وقفنا على مطوع بعض الأحكام الموجودة في نزول المطر وجمع الصلاة لا أدري إذا كان لديك أي إضافة أخرى هو الأصل الآن بداية الإختلاف الذي يحدث عند الناس أن يقومون على الإمام الشيخ جمع الشيخ ما جمع صراحة حتى نريح نفسنا في هذا الباب يعني يعجبني تعليق أحد المصلين عندما صار خلاف بسيط في مسألة جمع وعدم جمع قال يا إخوة نحن أتينا إلى المسجد حتى نرتاح وحتى نفرغ الشحنات السلبية نريد أن نأخذ الراحة أرحنا بها يا بلاد فلا تجعل المسجد محل النزاع اتركوا هذا الإمام أو هذا المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن وما شاء الله يعني كل واحد فيهم ما وصل الوظيفة هذه أو الشرف هذا الذي حصل عليه كإمام أو مؤذن إلا بعد اختبارات وبعد مراجعة لشهادات علمية فهو مؤتمن بإذن الله سبحانه وتعالى فالأصل الإمام هو الذي يقدم وبعد ذلك يأتيك في أمن الناس يقولون طيب الإمام ترك السنة الجمع ليس بفرق وليس بسنة جمهور العلماء على أنه مباح بس إذا ممكن نعيدها مرة ثانية الجمع الجمع في حال المطق ليس بفرق وليس بسنة ليس بسنة إنما هو رخصة طيب جائز مباح من شاء فليجمع ومن شاء فلا يجمع إذا الإنسان أراد من باب النية إن الله يحب أن تؤتى رخصة فهنا يؤجر بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن لا نعنف على الإمام أو المؤذن إذا اختار عدم الجمع لأنه يعني هو الآن مؤتمن وعنده من العلم ما عنده فهو يقدر المسألة زين بالعموم يا دكتور أستاذ أتكلم على شيء الآن في بعض مساجد يكونوا في زحمة لأن الإمام متساهل زين وفي بعض مساجد لا تكون غليلة لأن الإمام شوي يعني أن تجعب هذه نعم هو الأصل صراحة أن يكون يعني لا إفراط ولا تفريد بعض الناس مجرد الغيم يجمع بعض الأئمة بعض الأئمة يعني غرق وكذا صحيح أن أوافق الدكتور أن الآن لا يوجد ظلام كما كان في السابق ولا يوجد وحل ولكن الآن في حوارث سيارات في خطورة في بعض المصلين يأتي يمشي إلى المسجد مثلا لا يركب سيارة فيعني هي بالنهاية رخصة كما هو الحال مثلا كمن يسافر له أن يصوم و له أن يفطر مع أن السفر الآن في طائرات صحيح أختلفت المشقة يعني فأنا مع الرأي أنا مثلا في مسجدي أرى بما قاله العلماء إذا كان يبلل ثياب بغض النظر الآن الملابس الذي نلبسه إذا كان مطر يبلل الثياب فنجمة فهذا قول يعني خلينا نقول بين قولين ممتاز بشكل سريع في هذه المسألة مسألة الجمع يعني لا نجعل محل نزاع المسجد ورد يعني في دقيقة أو أقل إن شاء الله سمعت من أحد المشايخ يقول حصل خلاف على إمام المسجد المغرب يا شيخ تجمع قال كان مطر قبل المغرب والآن أذى المغرب ما في مطر يا شيخ اجمع الأخبار يقولون في موجة مطر قادمة قال ما أجمع لأن ما في مطر صلى المغرب ثم أعطاهم موعظة بسبع دقائق وبين لهم أحكام الجب بعد أن انتهى من بيان هذه الأحكام قالوا تجمع أو لا تجمع قال قام مجموعة من المصلين وأخذوا زاوية في المسجد وجمعوا هذا اختلاف وهذا شر والراجح والله أعلم أن صلاتهم باطلة لأنهم تركوا الإمام الذي هو إمام المسجد وصلوا لوحدهم نعم نحن نقدر نقول للمشاهدين الكرام أن هذا الاختلاف ترى دائما ما يكون مميز لأننا نقدم مثل هذه الضوار ترى والله فائدة وتوعية المتحدة نحن لا نقصد أحد ولا أن نقول أن نخالف الموجودين لا هي آراء متنوعة ولكن بالنهاية أنت شوف ما ترى و يرى إمامك و يرى إمامك يذهب عليه لكي ترتاح و هو أيضا يرتاح أعتقد أن نحن هناك ضابط بعد أنا أتكلم الأرصاد الجوية إذا قالوا المطر مستمر من كذا لكذا يسهل على الناس لا يكون مطر قوي و يحذرون منه أما إذا قالوا مدة نص ساعة يعني سيأتينا صلاة العشا و لا يوجد مطر فلا أرصاد الجوية صراحة هذا حصل من سنوات من سنوات يالتنا نختم في هذا هذا حصل من سنوات أن يوم يعني الأرصاد الجوية و حتى مجلس الوزراء يعني أصدر بيان أن تعطل المدارس تعطل الدوامات بسبب وجود الأمطار و فعلا يعني يوم أنا أذكرهم يعني كان يوم الأربعة و يوم الخميس مطر متواصل متواصل لدرجة حتى طلعتك من البيت ليس سيارة يعني فيها حرج و فيها صعوبة و لله الحمد جميع مساجد الكويت أجمعوا على أن يجمعون حتى المتشددين حتى المتشددين يعني أجمعوا حتى أن في بعض المساجد كانوا يقولون صلوا في رحالكم أيوان أنا أتكلم على موضوع الجمع داخل البيت يجوز صح؟ الجمع داخل البيت لا مو متفاق في قول بس حنا إحنا إذا نبين السنة السنة لنا يقول صلوا في رحالكم مثل ما قال الرسول ابن عباس سواها فقال حق المتشددين إذا وصلت عنده حيّة على الفلاح قلوا صلوا في رحالكم حيّة على الصلاة هذه السنة لماذا لا نطبقها؟ فإن يصلوا للناس بيتهم ليس شرط يعني يعني أنا لما أسمع نداء صلوا في رحالكم أجمعوا داخل البيت أو لا بس أصلك في قول أن تجمع يعني أن تجمع أنا أقول لكم نقفل الموضوع و أنا أرجم الآن أنا أتكلم على موضوع المخيمات نعم لا شك بأن هذا الموسم هو موسم مخيمات وأيضا تعتبر المخيمات واحدة مني يعني لنتكلم عن أحكام الشتاء دكتور سيكون عندك الموضوع نعم لا شك أن يعني كثير من الناس خصوصا في فصل الشتاء يحرصون على يعني من باب الترويح ومن باب يعني إعطاء نفس حقها من الراحة بسبب الضغوط الحياة اليومية وهذا فيخرجون إلى المخيمات والبارو والكشتات فلابد أن يتحلوا ببعض الآداب ومن ومن هذه الآداب اللازم وينبغي أن يتحلون فيها أولا الحرص على دعاء نزول المكان وهذا ما حث عليه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد تتبلت في الحديث الصحيح وأظن في صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم السلامية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل في البر كلنا نعرف في البر تنتشر فيه كثير من الدواب وكثير من بعض الأمور وخاصة في البر في الليل ممكن ينتشر فيه الجن ذكر هذا الدعاء والإكثار من الأذكار هذا بعد الله حصن حصين من هذه الأمور كذلك من الأداب التي ينبغي أن يتحل فيها أن عدم إزعاج الناس وعدم إلقاء المخالفات يعني بعض الناس الله يهديهم لما يروحون المخيمات والبر هذا يعني عبالها من الوناس أنه يحذف بهالوصخ أو مثلا وهذه تنتشر يعني وهذه هي سالفة البقيات أن بعضهم يعني إن زي ما خاف أنت بتبتبت تستمس بهالبقي يعني سوق باعتدال بعضهم عند الوناس أن يهوس على هالبقي ويقعد يقحص ومشكلة بالتقحص هذا يعني ينشر الغبار على الناس لا أتفذي الدكتور أنا أزيدك من الشعر بي أن أنتم تلاحظين أن حتى الأرض لم تقامت تنبه نعم والسبة ترى من موضوع البقية نعم وهذه من الأدابي ولأني أتفذش وهذه من المظار يعني في السابق يعني أكلم عن عطلة الربيع التي نسميها مجازة عطلة 15 تجد الأرض كلها مزروعة بالنوير وهذه كلها اختفت والسبة تقح سواء منها البقيات أو مثلا منها السياير فهذه من المظار ومن المفاسد التي خلفتها مثل هذه التصرفات أبو صالح أيضا أتكلم عن موضوع قض البصر يعني نحن نعلم بأن المخيمات فيه مخيمات عوائل وفيه مخيمات الشباب للأسف أنه أيضا ظاهرة البقيات أو ظاهرة السيارات أو حيلا من الأمور اللي نشوفها يعني قض البصر خاصة على المخيمات يعني فيه عوائل يعني بوين نتحركون مو قادرين والسبة يعني البقيات والذي نشوفها قض البصر طبعا الناس ما طلعت خاصة الأماكن هذه سواء بالبر في بعض أحيان يروحون الناس الشالهات يعني في بعضهم يروحون المزارع اللي عنده مثلا مزرعة أو عنده مثلا يعني البر ما يقتصر على البر يروح مثلا المزارع في منهم يروحون شالهات لابد يعني الشباب ينتبهون يعني خاصة معاكسة مثلا الأخوات مثلا أو مثلا يضايقون مثلا مضايغات أكثر نعم يعني الناس ما طلعت إلا تريح وتريح مثلا خاصة بالإجازة يعني تأخذ راحتها مع عويلها فلا تكون أنت سبب يعني في حوادث كثيرة تصير سبب مشاكل حق الأسرة بسبب مثلا يعني يضايق مثلا بنات وممكن أحد أخوان البنات يطلع لك تكبر المسألة يعني الإنسان ينتبه خاصة مثل هذه الأمور وطبعا هذا أمر ذكر الدكتور اللي هو يعني حتى أنت خاصة تروح فيندق مثلا تسافر أي مكان أي دولة قبل الله تحط أول رين أنت ومعيالك يلا أعوذ بكلمات الله التهمات من شهر ما خلق أحد الصحابة يعني هو اللي راوي هذا الحديث فسبحان الله كأن لدغة أعتقد نسى الدعاية نسى فقال أحد الصحابة قال أنت تقول لنا الدعاء قال صدق رسول الله ولكن في هذه الليلة ما قلت هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله فخاصة مثل ما ذكر البر مفتوح صحيح بعض الأحيان حتى هذا الدعاء أحد المشاخ تقوله حتى في أي أماكن الله يكفيك شر أنت في ما تدري نعم نحن مو بس الدواب أنت تدخل مجلس مثلا دوانية مكان أول مرة تدخل هذا الدعاء يعني الله سبحانه يحفظك حتى تغادر جسمك دكتور تعقيب يعني على كلام الشيخ عبدالله وفق الله إلى كل خير بالنسبة لغض البصر هذه رسالة مو بس نوجهها للشباب حتى نوجهها لأخواتنا وبناتنا أن عينوا الشباب وعينوا الرجال على غض البصر بعض البنات أو بعض يعني النساء هداهن الله بالبر أو مثلا في بعض هذه الرحلات هذه كأنها رايحة عرس أو كأنها رايحة يعني مثلا عرض أزياد يعني أنت تكشخ آخر كشخ أنت رايحة بر ولا رايحة وفعلا رأينا يعني بعض يعني بناتنا وإن شاء الله مو بنسبة كبيرة يعني بعضهم هداهن الله يعني يخرجون بكامل زينتهم وبعدها لو حصل يعني تحريش فيلومون الشباب فيعني هذه نصيحة أنصح بها أخواتنا وبناتنا أن أعينوا أعينوا شواء على غض البصر وإنتوا كفوا عن هذا الأمر وعليكم بالستر قواك الله دكتور أيضا دكتور سلمان إذا عندك ملاحظات على موضوع المخيمات أحنا أريد أن نتكلم على موضوع النظافة لأننا ذكرها الدكتور لكن قلناها بشكل سريع موضوع النظافة المخيمات قبل النظافة هناك بعض أحكام من المخيمات أن هناك بعض الناس يجمع ويقصر وهذا مخالف ليد النبي ما شم هل وصل المسافة صحيح 81 كيلو لكن من أين تبديها؟ صحيح ليس من بيتك من آخر مدينة سكنية آخر مبنى آخر مدينة سكنية طيب آخر مدينة يعني إذا بيذهب هناك مدينة صباح الأحمد أيوة هل وراها 81 كيلو ما فيه صحيح دمت داخل الكويت تقريبا طرفا يعني ما يأخذ أحكام المسافة هل يحتاج مثلا المرأة إلى محرم وهل يقصر الصلاة وهل تسقط عن صلاة الجمعة وهل يعني فيه كثير من أحكام السفر صحيح صحيح فهذا المقصود أن بعض الناس يتساهل يقولوا والله احنا مسافرين ولا احنا كاشتين وبعدنا يحسب 80 كيلو من بيتها لا من آخر مدينة سكنية احسب 80 كيلو أما موضوع النظافة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا أفنياتكم ولا تشبهوا باليهود والمثل المعروف اللي هو النظافة من الإيمان والإنسان صراحة اللي يشتكون منه أهل البر أهل الحلال يقول إذا اطلعوا ناس البر بعضهم يلقي الأكياس البلاستيكية فتأتي البهائم وتأكلها وتموت لأن البلاستيك صحيح يذكروه وبعضهم يجمعها تكرمون زبالة يضعها بشيس سودي يخليها أهل ما تمر سيرات القمامة دكتور أنا أوقف عند موضوع أنه في بعض فعلا الحلال اللي يأكلون بعض القراطيس لما تأكلها تموت هذه ذنب هذه الحلال برقبة تمند ذنب هذا وهي مايته الشخص هذا اللي ألقى الكياس شوف هذه ملاحظة جدا مهمة أخواننا المشاهدين بأن أي شخص لما ترمي القمامة أو زبالة بشكل عام وأن أي الحلال يأكلون الأمر هذا صحيح ممكن أنت تتسبب يعني عشان تشيدي المفروض يأخذ شيء سويا وقرب حاوية يقطه فيها لا يخليه هنا لأن هنا لا تمر سيرات القمامة التي تشيل لا تمر فلذلك ولا يدفن يتلف الطبيعة لا يأخذ ويا وقرب قمامة يلقيه ففي بعض الأشياء صغيرة يمكن ينظر للناس لكن عند أهل الحلال كبيرة كبيرة خبز وضع في الخبز لا تفهم تأكل الخبز والشيس خطأ هذا يضع لها سفرة مثلا لأن الله يحوش أمر الله حكام البر أيضا في الشتاء مسألة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغيب الشمس أن نجمع أطفالنا لأن الشياطين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب لأن الشياطين تنتشر فعند الغروب لا بد أن يعي أولياء الأمور هذا الأمر يجمعوا أطفالهم ويدخلوهم ويبدأوا بأذكار المساء حتى يحصنونهم لأن البر هو أحد مساكن الشياطين والجن وصراحة أنا عن نفسي وقفت على أكثر من قصة لأناس أصيبوا بمس وأذى من الشياطين والسبة ترى تسأل يقول لك أنا كنت في مكان مظلم ودست على شيء في البقي وما كنت قال الأذكار أو أن رحت على مكان أو كذا فهذا المكان الذي هو مهجور طوال العام تقريبا أنت أتيت إليه فتعمر بالذكر كما تفضل الدكتور تقول الذكر ثم تحرص على وصايا النبي صلى الله عليه وسلم منها كما قلنا حفظ الأطفال الأمر الآخر أيضا عدم إبقاء النار مشتعلة والنبي صلى الله عليه وسلم بينا السبب قد يأتي الفويسقة اللي هي الفار نعم ويحرك النار فيحرق المكان أو قد الشياطين تتدخل أيضا فتحرق النار فأنت تأخذ بالأسباب مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغلق الأبواب قال فإن الشياطين لا تفتحوا بابا مغلقة ترى باب الخيمة لما تسكر خلاص يعتبر مضرق صح هي حماية من الله سبحانه وتعالى تسمي الله وتغلق باب الخيمة أنت أخذت بالأسباب فإن الشياطين لا تفتحوا بابا مغلقة أنا أذكر بس على موضوع النار وهذا أمر ملاحظة مدري لا توافقوني الرأي أو لا أنه لما تكون نار شقالة بعضا لا تقوم بابا ماء عليها أكيد توقع أن لها تسمية قبل أن تطفي هذه النار شيخ ما أدري هل هذا الأمر صحيح لك لما تطفي لازم تسمي بالنسبة لي لا أقفت على دليل أنه لازم تسمي ولكن الأصل أن تسمي إذا أردت أن تسكب الماء على مثلا حفرة أو على مكان مظلم ولو لا بأس لو سميت أطفأة النار هذا ما أعلم والله أنا أعرف أنه لازم تسمي لأنه سبحان الله لازم أدري المشايخة في دولنا لا 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 ما في حديث ما في دليل بس الأفضل يسمي على كل شيء على كل شيء وأيضا من أمور البر أيضا بعض الناس يترك الآنية مكشوفة شنو مقصد بالآنية؟ الآنية يعني مثلا بوادي الصحوون المواعين كذا ذكرني بسنقال ولو أنت أريض عليه عودة يعني تخيل لو ما عندك شيء تغطي فيه الطعام أيوة أو تشرب لو تضع عليه مثلا قفشة ولكن تذكر الله تقول بسم الله وتضع القفشة هذه ترى بإذن الله سبحانه وتعالى تكون سأتكلم على هذا الموضوع خاصا الأكل في المخيمات ولكن المشاهدين نأخذ فاصل بعدها نكمل إن شاء الله مشاهدين فاصل قصير بعدها نكمل إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الكرام في الجزء الأخير من برنامج ديوان إفراء والعنوان الحالق نتكلم فيه عن أحكام الشتاء بصالح لا شك أننا نتكلمنا عن المخيمات وتكلمنا عن السلوكيات وتكلمنا أيضا عن بعض السلوك أو الأحكام بشكل عام مثل الأكل مثل النظافة مثل التسمية أنا ودي أتكلم عن دروس أو الاستفادة من الجمعة يعني نعرفين أن الدروس في هذا الوقت في هذا التوقيت يكون جدا مناسب لما يكون مجمعين الأهل ويكون مجمعين الأصدقاء يعني لو واحد من الموجودين يا أخواننا أنه لو يقول له فائدة بسيطة فائدة عن قصة عن رسول الله حديث يعني لو نستثمر هذه الأوقات في حلقات القرآنية شو تشوف في موضوع المخيمات خاصة من الجمعات طبعا الأمر هذا دكتور موجود ولكن يكون بالليل يعني بالسمر مو معقولة خاصة الأصر بعز مثلا وناستهم والناس جاية تقول يلا خلنا هذا أغلب ما شاء الله يكون مثلا بعد صلاة المغرب تكون مثلا كلمة خاصة أنا أتكلم عن المخيمات اللي تكون مثلا مدتها طويلة مو مثلا في مخيمات أشهر لابد مثلا واحد يحطونا مثلا حق الصلاة من البرنامج عندهم إنه برنامج واحد وفلان أنت الأذان عليك واحد مثلا الشيخ الفلاني كمثال في بعض المخيمات كل أسبوع تستضيف لها من المشايخ هي جمعة ما شاء الله تلقى أصدقاء المنطقة مثلا أهل يعني في بعض الأماركين أنا في جانب يعني خاصة اللي هو جانب يعني الصيد يعني الصيد هذا في بعض الأحيان في بعض يعني مو دائما يعني لبعض تلقى يصيد اللي ينصاد واللي ما ينصاد مثلا أو مثلا تلقى صيد مثلا مثلا 100 طيرة أو شاء الله أنت صيد اللي يكفيك لك يعني أنت اللي تحتاجه يعني أنا لقصده في بعض الأحيان يعني خاصة أنا أنا ما تكلم عن الكويت بعض الكويت تلقى مصور صيد صيد لمثلا 200 بطا محقول أبتأكلهم يعني أنا لقصده للمتعة وليس لأكل يعني أنا لقصد أنت أنت اللي تصيد أو مثلا صيد لا شغلة يعني في بعض الأحيان يعني بعض الأحيان يعني بعض الأحيان لا شغلة ورمي فيها خلّه بدام مثلا الأمر هذا ما ضحيقك ولا يمكن حتى وقتنا هذا يمكن قوانين تخالف بصالع عفوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن إذا صد صيد أو ترك في حديث صحيح في صحيح اللي هو اليرمي اللي يرمي أعتقد لا لا في حديث صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا صد إنسان طغير فيرفع يديه يقول يوم القيام يقول يا رب سهله فيما قتلني يقول فما نفعل يا رسول الله قال يعني أنك تأكله نعم إذا كنت محتاج تأكله تأكله أما أنك تصيد للهو تقطه حتى لو عندك طيرة توكلة طيرة صغر ما أشي ما يخالف بس المهم مو أبث يكون المهم تبتفع فيه يعني ما يكون دكتور عبدالله في لك إضافة أو شي نعم طبعا لا بد أن حال الصيد يعني أنه يتبع الأحكام الشرعية التي وردت في باب الصيد والذباح يعني مثلا إذا كان معاك كلب يكون هذا الكلب معلم وكذلك لما يصيد يذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يرمي لأنه حتى يكون هذا الأكل حلال أما أن يعني ما يذكر الله سبحانه وتعالى وما يتبع يعني الأحكام الشرعية التي وردت في الصيد فهذا يعني ما الله ما يبارك له في هذا صيد هذا صيد خلاص اكتفينا في هذا الأمر أريد أن أتكلم على النعمة والأكل الزائد سأبدأ معك دكتور يعني أنه ما شاء الله نرى من خيمات الكل يجتهد الذي يجيب حلو الذي يجيب كارك الذي يجيب يعني معلومات كثيرة ونحن دائما نجيب من المشروبات وغيرها من الأمور هذه صحيح فلن نتكلم على الأكل وزيادة النعمة والله الأكل وزيادته خير وبركة ما في مشكلة بس أهم شيء أنه ما ينقط يعني ممكن يحفظ بالثلاجة ما في حرج حتى لو زايد يعطى الجيران يعطى للعمال هي ما في مشكلة لكن أنه يكون أكل ويرمى هانيد الذنب صحيح أما في ناس ما شاء الله ما ينقط منهم شيء حتى الخير واجد بس ما ينقط إما أنهم يعطون جيرانهم اللي ما لمس أو أنه يعطون حق إذا كان عندهم حيوانات بس سلمهم النعمة هذه ما تنقط لأن هذا من الإسراف المدموم حتى أنا سمعت لقاء حق عمر الشريف يقول كان إذا راح مطعم يطلب وهم ثلاثة يطلب حق عشرة طيب بس يشرط على رأي المطعم يقول لا الزايد بشرط أن الزايد يأخذون العمال يشتغلون في المطعم فأشوف سبحان الله المسلم يبقى فيه بدرة الخير مهما كان فالخير بزيادة النعمة ما فيه إشكال بس لا تصلا زيادة وما تنقط بره منتظ أستاذ أحمد إذا تريد أن تتكلم عن موضوع النعمة وزيادة النعمة طبعا المخيمات بحث ذاتها نعمة الله الحمد يعني كسر للروتين يعني هو من باب التوسيع على العيال فلابد أن ننوه على أمر الأمر الأول ألا نجعل هذه النعمة هي محل لا قدرها لكسب السيئات مثلا تصبح مجالس مثلا المجلس ثلاث أربع ساعات لا يذكر فيه وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا في مجلس لا يذكرون الله إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة يعني حسرة يكون عليهم حسرة هذه المجالس يعني لابد أن يتخللها ذكر الله سبحانه وتعالى مراجع القرآن مراجع لمسألة دينية يعني لابد أن ندخل الذكر أيضا من الأحكام المهمة أنا سألني أحدهم قال في العام الماضي كنا كل ما نزل مطر نجمع في المخيم المغرب مع العشاء قلت السبب الجمع هو تعذر ذهابك إلى صلاة الجماعة فما يجوز لك أن تجمع في نفس المخيم أن تصلي صار وقت المغرب تصلي صار وقت العشاء تصلي لأنك أصلا أنت في مخيمك لا يوجد شيء من الحرج لا عفوا شيخ إذا لم يكن حولي مسجد هم الآن في مطر صلوا في مخيمهم في خيمتهم المغرب هل يجوز لهم أن يجمعوا المغرب والعشاء في نفس الوقت طيب لا يجوز لأنهم لا يصلوا وقال إن قاعدين بالخيمة فهمت فنبتعد عن الغيبة عن النميمة نحرص أن يكون هذا المجلس فيه ذكر الله سبحانه وتعالى في نقطة بعد مهمة جدا يعني هذه فرصة عظيمة للآباء أنهم يوصلون اليابون حق أبنائهم بطريقة ذكية من خلال القصص ما الذي يجذب الأبناء؟ بل حتى الكبار السن إذا قاعدت تسالف إياهم إذا قلت لهم قصة انجذبوا ولذلك القرآن ثلثة تقريبا قصص لكن قصص ليس من أجل التسلية كلها مواعظ وحكم فهذا أفضل طريق لإيصال المعلومة بطريقة ذكية عن طريق قصة ممتعة شيقة وهذا اللي يسوي الأفلام العالمية يسوي فيلم لكن يوصل كلنا نعرف قصة ليلة وذيب ما هو الهدف منها؟ ترى فقط هدف شيء واحد قصة ليلة وذيب الهدف منها بس أنه لما قالت لها يا بنتي لا تروحي من الطريق الضيق روحي من الطريق الواسع فالبنت شافت أن الطريق الواسع بعيد تضيق أقرب فخالفها تكلم جدد واتخالف بالطريق طلع على الهدف ففيها قصة هادفة هذا اللي احنا بحتاج له وما في مانع يكون فيها طرفة فيها شيء شيء يكتر فيها عن نفسه هناك مسألة بثواني إن شاء الله ونحن في البرد وفي المخيمات نستحضر أن لنا إخوة في الله سبحانه وتعالى في أسقاع الأرض من المسلمين عندهم البرد ولكن ليس عندهم ما يكفيهم سواء من مواد التدفئة أو حتى من المواد الأساسية من البطانيات وغيرها ففي المقام الأول نحمد الله سبحانه وتعالى على النعمة التي نحن فيها ونستشعر حال إخواننا المسلمين في أسقاع الأرض في هذه الظروف يعطيك العافية على هذه اللفتة الله يتزاك خير الدكتور عبد الله بتكلم على موضوع تنبيهات نعم وهذه أرجو من الجميع أن الانتباه للموضوع نحن نتكلم عن المخيمات ولابد أن نأخذ تنبيهات اللي هو موضوع الفحم موضوع بعض الدفايات موضوع بعض الأمور السلوكية اللي ممكن قد تسبب بإحراق المخيمة وتسبب في مشاكل صحية لا تنتكلم عن هذا وننبه فيه مشاهدي نعم لا شك أنه يعني كثير من الناس يحرصون أن يكون عندهم دفايات ويكون عندهم فحم حتى يتقوا في البرد الشديد والبرد القارص لكن لابد من أخذ الحيطة والحذر يعني حال إشعال النار وحال وجود التدفئة لأن بعض الناس يعني صارت حوادث وايد حراق مخيمات كثير من الناس يختنقون كثير من الناس يعني يصيبهم أذى بسبب الإهمال فهذه نصيحة أنصح بها أخوان مشاهدين وإخوات المشاهدات وكثير من يعني يرتادون البر والمخيمات والكشتات أن يحذرون غاية الحذر في هذا الأمر موضوع أيضا سلندر الغاز بعد وهذا من أكبر المشاكل يعني انتبهوا يا أخوان موضوع سلندر الغاز يعني هنتكلم عن ثلاث شغلات سلندر الغاز زاد الدفاية والفحم يعني ماذا ما تفضل الدكتور سالم سلندر الغاز والفحم وكذلك الدفايات يعني لازم نأمنها قبل نأمنها ونحتاط غاية الاحتياط فيها لأن أي أدنى درجات الإهمال قد تتسبب بمشاكل وكوارث لا تحمد عقبالها بصالح مادي إذا أريدك تضيف على موضوع المخيمات أعتقد أنه أعطينا إجمالا كثير حين المخيمات الختام سيكون عندك على موضوع المخيمات وكذلك سنتخلص على الآخر طبعا المخيمات هذه نعمة يعني إذا أنت استنست بهذا المخيم خل غيرك يستمتع يعني خاصة الأرض هذه إذا أنت استفت منها مثلا السنة هذه عط مجال غيرك السنة القهدمة إن شاء الله يستفيد بنفس اللي أنت استفت منه يعني خاصة هذه المخيمات فيها من صلة الرحم فيها من التلاقي بين مثلا يعني أبناء العمومة يعني فيها باب خير عظيم وفيها كذلك من التغيير يعني كسر الروتين فالإنسان يستغل مثل هذه الأماكن بالخير يعني خاصة الأماكن هذه فيها خير وفيها يعني مثل ما بذكر الدكتور خاصة يعني الرسائل التربوية والاجتماعية خاصة بالليل يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسابقات شمر تقافية تقافية يحط هدايا يعني أعرف أحد الأخوات إذا راحوا بالمزرعة شارعوا ما شاء الله لقطهم ما شاء الله من الهدايا وقامت تسوي سمر ثقاف بنات رحمها يعني وتشوفهم الذي رادة معها صينية والذي لم يرى ومن نهاية ترى إدخال السرور على فالكم يعني ماتها هي مو على الهدية هو إدخال السرور هذا أمر عظيب يعني وصير بينهم سبحان الله تآلف ومحبة يعني نحن نقدر نقول بأن المخيمات يجب أن تكون نعمة ولا تكون نعمة عليها وإحنا عطينا بعض التنبيهات الله يتجعون خير أخوان تكلمنا عن تنبيهات تكلمنا أيضا عن بعض السلوكيات الموجودة لأخواننا في المخيمات أيضا الشباب نتمنى منكم التوفيق وأيضا أنكم يعني تحترمون خصوصيات الآخرين وأيضا في حين العوائل أيضا نحترمون خصوصيات الشباب الآن نرجع مرة الآن يا دكتور سليمان على موضوع أحكام الشتاء نحن نتكلم بشكل عام عن أحكام الشتاء أبي فائدة مهمة من أحكام الشتاء فائدة الآن خلاشنا من بعض الأحكام نريد فوائد أحكام الشتاء الفائدة أن الإنسان إذا نزل المطر أن أول شيء كما علمنا النبي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة فنقول مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا وكان النبي يكشف رأسه حتى يصيب المطر ويقول حديث أهد بربه شنو يعني حديث أهد بربه يعني الآن صدر فيه الأمر الإلهي بنزول المطر فنزل فهذا أمر إلهي جديد تو ونازل هذا المقصود في إساء وأيضا أن نشوف الأرصاد الجوية إذا حدي بيروح البار أحار لأن هذا مو من التنجيم هذا من العلم ورصد اسمه أرصاد يعني يرصد الغيم أنها جاية من جهة الفلانية ستوصل الوقت الفلاني مثل ما نقول الطيارة طارت الوقت الفلاني ستوصل الوقت الفلاني أو السيارة فهذا مو تنجيم ولا في أي شيء بل أن ينسب الفضل لله ويقول مضطرنا بفضل الله لا يقول والله لأن النجم الفلاني أو لأن كذا بل ينسب الفضل الله قواك الله الآن مشاهدين الكرام تكلمنا بشكل عام عن أحكام الشتاء وتكلمنا عن المخيمات تكلمنا عن بعض الفوائد التي يجب أن نستثمر فيها أحكام الشتاء بشكل عام وأيضا المخيمات سنصل إلى الجزء الأخير والآن نصلنا لها بشكل خاص وهي الفائدة أو الرسالة التي نريد أن نقدمها لكم والنتائج بشكل خاص أستاذ أحمد سأبدأ معك تكلمنا عن المخيمات تكلمنا عن حكام الشتاء تكلمنا عن الدروس الدينية تكلمنا بشكل عام عن أحكام الطهارة وغيرها نبي منك رسالة أو رسالتين نفيد فيها وتكون نتيجة حلوانة نأخذها ونستبيد منها إن شاء الله بداية ثانا سبحان الله المطر قبله وأثناءه وبعده علمنا الميقس أذكار جميلة نقولها عندما يتأخر المطر ماذا نقول اللهم أغثنا اللهم سقنا الغيثة ولا تجعلنا من القاني طيب فهذا الذكر يكون قبل المطر من الفوائد عندما ينزل المطر نقول اللهم صيبا نافع اللهم اجعلها سقيا رحمة لأن المطر قد ينزل ولكن قد سبحان الله تبتلعه الأرض ولا ينبت على أثره الزرق يعني الحكمة ليس فقط أن ينزل المطر ولكن أن ينزل المطر ويكون فيه إغاث غيث هذا المطر فعند نزول المطر نقول اللهم صيبا نافع بعد نزول المطر نقول مطرنا بفضل الله ورحمته نستحضر الدعاء نربي أبنائنا من الفوائد عندما نسمع صوت الرعد نقول لهم أتدرون ما هذا الصوت هذا صوت تسبيح الملائكة ولذلك نحن نقول سبحان من سبح الرعد بحمده بحمده والملائكة من خيفته وهذا الصوت أيضا هو صوت زجر الملك لمن للسحاب ترى يسوقها شفت الرائع لما يسوق أغنامة ترى الملك اللي هو نيكائيل موكل بالأرزاق يسوق السحاب حتى تتجمع وينزل هذا المطر شفتوا هذا البرق هذا سبحان الله إيش هو أيضا علامة علامات نزول المطر للبرق دعاء وللرعد دعاء وللمطر دعاء فنعلق أبنائنا بهذه الأمور نزل المطر ارفعوا أيديكم اسأل الله سبحان الله يسلجي يبدعاكم الآن عندنا شيء صراحة أصبح في فوبيا عند نزول المطر اللي يحط كرتون على رأس اللي يركض اللي لاحظة ما سالف طبعا بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل الدكتور كان يحسر على رأس ويقول هذا حديث وعهد بربه وفي رواية أنه رفع عن يديه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المطر هو بركة من عند الله سبحانه وتعالى وننزل من السماء ماء مباركة وفي آية ماء القذورة فمن الجيد خصوصا إذا ترايح البيت لا يوجد مشكلة خلت تتعبب الماء تبدل من نابسك لا يوجد مشكلة إذا كنت ترايح لكن أغلب المشاكل هي مشاكل صحية يعني طيحون بسرعة يا سبحان الله لا يوجد مناعة الآن لو كان في حزة المطر طلعت عياري في حزة المطر 2-3 على الحوش خمس دقائق بعدها دشو البيت وبدلوا لا يوجد مشكلة المرض يأتي إتباعا بعد ما يتبلل الإنسان بالماء ويتعرض للحرارة أو البدل حرارة قواك الله الباحث في الدراسات الإسلامية شكر لك أستاذ أحمد وقانم أيضا بصالحة بمنك يعني رسالة أو نتيجة ودك نختم فيها طبعا نحن ديننا فيه فسحة والإنسان يحتاج بعض الأحيان يكسر الراتين نعم إذا الإنسان احتسب خذ مثلا أهله وخذ مثلا أبناءه أو مثلا خرج معه مثلا أبناء عمومته أو أصدقائه احتسب هذا الوقت يؤشر عليه مع أنه سبحان الله يمكن هذا الوقت يكون في مراح وفي مثلا يعني ما يكون أمر تعبدي ولكن الإنسان إذا احتسب هذا الوقت يؤجر عليه بإذن الله آمين شكرا لك المرشد التربوي أستاذ عبدالله المسبح شكرا لك بصالح أيضا دكتور عبدالله كلمات خيرة إن كان منك كلمات فهذه نصيحة أنصح بها أخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات الابتعاد غاية البعد عن بعض يعني الرسائل اللي تنتشر في فصل الشتاء اللي فيها استهزاء أو مثلا يسمونها يعني اطنازة أو نكت يعني أحيانا لمن ينزل المطر تنتشر بعض الرسائل وبعض التعليقات فيها استهزاء ولا شك أن المطر نعمة من الله سبحانه وتعالى ومثل ما ذكر المشايخ أنه مطرنا بفضل الله ورحمته فالمفروض نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونقول مطرنا بفضل الله ورحمته ما نقول ولا تأخر المطر لأن أحد المهتمين بالأرصال الجوية كذب علينا أو مثلا ما قدر الأمر هذا أو إذا مثلا نزل المطر ينسبون هذا النزول لهذا الشخص لأنه وعلمنا وإنما نزول المطر وعدل النزول هو بيد الله سبحانه وتعالى فإذا نزل نحمد الله سبحانه وتعالى وإذا ما نزل نراجع أنفسنا فقد يحبس المطر بسبب ذنوبنا فنكثر من الاستغفار وكذلك نكثر من الدعاء والخير أي من الله سبحانه وتعالى شكرا لك الإيمان الخطيب الزاقر وغاف الدكتور عبدالله بغيث الآن سأختم معك المشرف العام على موسوعة محاصر إسلام دكتور سليماندرع كلمتك الأخيرة وفي الختام يقول معك والله أنا أقول في نزول المطر هذه حكمة وآية عظيمة نشاهدها في كل سنة وهو كيف أن الله عز وجل أحيا هذه الأرض مليارات البذور تحت الأرض فينزل عليها الماء سبحان الله فتحي فيقول الله عز وجل إن الذي أحياها لمحي الموت فهذه آية وعبرة أمام يقولون أننا نراها كل سنة كيف أرض صحراء قاحلة ما فيها حياة ينزل سبحان الله فتتغير من صحراء قاحلة إلى أرض خضرة أترى الأرض هامية نعم فسبحان الله شوان الله عز وجل يحيي هذه المليارات لو أن كلفنا إنسان إزراعهم ورش ماء كم رح يكلف و كم رح يكلف لكن فضل الله عز وجل في ثواني يحيي هذه الأرض فهذه عبرة عظيمة اللي عنده شك بإحياء الموت وأن ما في بعث فلينظر إلى إحياء الله لله شكر لكم ما قصرت على هذا الحضور و شكر لكم على هذه المعلومات التي استفدنا منها تكلمنا عن أحكام الشتاء إذن مشاهدين الكرام الحلقات التي ترونها داعي ما رح تكون موجودة على اليوتيوب سيرفعونها إن شاء الله خلال 24 أو 48 ساعة بإمكانكم تعيدون تستفيدون من كل كلمة أو كل رسالة و أيضا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم و آيات ربنا سبحانه وتعالى إذن مشاهدين الكرام أسأل الله عظيم أن يحفظ بلدنا من كل مكروه يدي معنى نعمة الأمن والأمان مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر